بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباحي الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى جلالة الملك فلب ملك مملكة بلجيك الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولوسري ضحايا حادث الاعتداء الارهابي والذي وقع وسط مدينة ليج وأود بحيات عدد من الضحايا والمصابين معربا سموه عن استنكار الكويت لهذا العمل الارهابي السافر والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء